موسيقى اهلا بكم النهاردة حلقة مهمة جدا جدا سناننا لونها بيتغير يا جماعة في مصر لان احنا بنعمل الحاجات بتغير لون السنان التدخين الناس اللي بتدخن شرب شاي والقهوة شاي والقهوة احنا بنشربهم طريق غلط يعني الانسان الطبيعي او ناس العادية في العالم مفيش حد في العالم بيشرب سمع ثمان مرات شاي في اليوم مفيش كده اللي مهملين في صحياتهم برا شاي هناك كابوف تي ده زي القهوة كده فنجان قهوة ومش كل الناس بيشرب قهوة على فكر برا في العالم لكن القهوة بالنسبة لهم بيها وقت مرة واحدة في اليوم فنجان واحد في اليوم الناس اللي بتحبها الشاي برضو كلام ده مهم قوي هنا احنا في ناس بتضرب خمستاشر كباية قهوة في اليوم كل شوية شاي في ناس بتشرب عشر مرات قهوة في اليوم ده انسبة سودة تغير سنانك اه هتغير سنانك هتغير لون السنان هتأثر عليها اللسة هتتغير اللسة بتتغير بأشياء كتيرة جدا تدخين تصبغات أدوال غلط بتعمل ألوان في السنان وفي اللسة برضو اللسة مظلومة في مصر تلاقي المريض رايح الدكتور انا عايزك تصبغت الاسناني طب اللسة فيها يا باشا بس خلينا في السنان لسة ايه اللسة بتبن مين اللقلك اللسة ماتبنش في ناس كتير عندها كمان اللي بتتسمى لسوا مش دارينا بيها فده محور النهاردة حورنا لانه النهاردة هنتكلم على ازاي نتعامل مع مشاكل الاسنان الفينير هذا الاختراع الرائع وهذه النقلة الرهيبة جدا فعالة بالاسنان اللي بتحافظ على جزء كبير من الاسنان مع اعطاء شكل رائع للاسنان بدل ما نعمل كراون كامل الفينير دورها كلام مهم جدا الحقيقة ضيفي بينتمي الى النوعية التي افضلها دائما النوعية الاعلى تفضيلا بالنسبة لي كل زملائي بفضلهم لكن في اعلى تفضيلة الهدوء الرائع الشرح التفصيلي العلمي الدقيق الكونفرميشن بي نظري وعملي في نفس الوقت في عالم طب الاسنان المبدع جدا الان واللي اعتقد انه احنا في فترة القادمة سنسعد جدا بعلم طب الاسنان وبيضيفي العزيز القيام العلماء الكبير اهلا بكك أهلاً دكتور آيمن، بتشرف إن أنا أكون دايماً معك أنا بقيت دكتور سنان بالانتساب دكتور سنان محترف كمان أهلاً بي كمان هبدأ بال... طبعاً أنا طرحت 3-4 مشكلات بس هبدأ بالفينير الفينير زي ما بيقولوا لها بريق رهيب لها قوة كمان في التواجد في الماركت الآن ما هي الفينير؟ الفينير ظهرت كحاجة من الاحتياجات بتاعة المريض ودايماً إحنا يعني بنكون مارينين ودايماً بيكون عندنا التنوع في الخطط العلاجية المختلفة عشان تناسب احتياجات الحالات المختلفة فلما ظهر جزء كبير من الحالات بسبب زي ما حضرتك ذكرت الإفراط في الكافيين أو الإفراط في الشياء أو الإفراط حتى في التدخين وده بقى كتير جداً في مجتمعنا للأسف يعني فظهرت الحاجة إلى عمل شيء يقدر يغطي الأسنان بشكل جيد ويديها الابتسامة البرقة كأن الحالة دي مش بتشرب أي حاجات من الحاجات اللي ذكرناها ويفضل دا دائم لمدى زمن كبير جداً الحقيقة الفينير هو عبارة عن غطاء يغطي الأسنان من جهة واحدة فقط وهي الجهة الخارجية للأسنان مش بيغطي السنة بشكل كامل ومن الأشياء الأخرى إن يعني إحنا بنهتم دايماً إن الناس تبقى يعني عارفة المصطلحات بشكل جيد وهم بالفعل بقوا عارفين إحنا سمينا الفينيرز لينسز وسميناها قشور خذفية وسميناها قشور تجميلية الحقيقة للأربع مسميات دول هي مسميات لشيء واحد فقط وهو شيء بيغطي الأسنان من الجزء الخارجي فقط وبيتميز بحاجات بقى هنتكلم عنها دلوقتي الفينير مزتها إنها الأقل في التحضير صحيح؟ بالضبط كده وفي هنا نقطة مهمة جداً زي ما إحنا شايفين في الصورة الدياجراماتيك اللي قدامنا إن فيه برد خفيف للأسنان عايزة أقف عندي دي لسبب لأن جزء كتير يعني من الماركتينج أو الشركات اللي بتعمل الماركتينج للفينيرز بتقول يعني بيقوله الحقيقة الكلام ده غير علمي تماماً الفينيرز بتحتاج إلى برض وإن كان أقل بكثير من التاج ولكنه في النهاية بتحتاج برض وإلا لازم نبقى فاهمين إن مهما كان سمك الفينير أو بوينت ثري مثلاً زي ما الناس بتتكلم دايماً هو بالفعل أو بوينت ثري في الإي ماكس مثلاً بس كمان بنتجاهل وبننسى أحياناً سمك الجلو أو السيمينتيشن نحن بنسمعه الميان يعني اللي هو المادة اللاصقة اللي هتلزاها عليها فبيوصل الإجمالي أكتر من أو بوينت فايف لو ما برضناش في الأسنان هيبقى ده بارز للخارج ودي روتين كيس بنشوفها في الكلانك إنها بتكون عاملة فينير وحاسة إن هم بارزين للخارج ده بيكون السبب استخدامتها إيه الفينير؟ الاستخدام الأساسي هو استخدام تجميلي فبنتكلم على الـ different cases التجميلية أو الحالات المختلفة اللي ليها احتياج تجميلي فيمكن من أشهر الحاجات تصبغ الأسنان بحاجة اسمها التترسايكلين ستين دي من الحاجات اللي جادت شهيرة شهيرة في فترة من الفترات إن كان الناس اللي بتاخد أدوية بتحتوي على مادة التترسايكلين بيحصل تصبغ دائم لطبقة المينة الخارجية حتى التصبغ بمادة التترسايكلين غير قابل للطبيض باللي هو طبيض الليزر والمواد المبيضة العادية فكان لازم نعمل للحكاية دي ماسكنج نركب ماسك للتوث دي أو للسنة دي بحيث إن هي تظهر بمظهر مختلفة دي واحدة من اللي استخدامت وفي عندنا مجموعة من الحالات هنشوف فيها الحاجة زي كده ويمكن لو في عندنا كمان إعوجاجات طفيفة في الأسنان وهنا نعايز يعني هايلايت كلمة طفيفة كلمة طفيفة هنا معناها إن الإعوجاجات الشديدة مش هتقدر تتحل بالتجان فيمكن دي حالة من الحالات اللي قدامنا فيها لون غامق في الأسنان الحقيقة هو كمان جيناتك أكتر يعني مش ناتج عن مشكلة معينة ولكن لون مادة أسنانها غامق مع محاولات التويض كمان مش إفكت في درجة كافية فاللي عملنا في الحالة دي هو أننا غطينا الأسنان بالكامل بالفينير وبحب دايما أشبه بالفينير بفكرة الستات كلها عارفينها اللي هي الأكراليك نيلز بيعملوا ضوفر ستات اللي بتروح تعمل الأكراليك نيلز ضوفر صناعي كده وبتتحط على السطح الخارجي للضوفر دي نفس الفكرة ولكن طبعا دي من مواد مختلفة وكاستومايز أكتر أو معمولة أكتر للحالة حالة بحالة يعني إن نشوف الحالة التانية برضو للفينير الحالتها بتحكي صحيح آه يعني إحنا لما نيجي نشوف دي دي إيه دي دي كالتخويسة فوق بالضبط كده يعني طبعا هي تحت مزهلة لكن فوق في الترين دا دكتور أيمن بتاع الهالوود اسمايل كل الستات جات لها نقول للمانيا بتاعت أنا عايز أعمل سناني زي أسنان النجمة الفلانية وأسنان الممثلة كذا فده واحد من الانديكيشنز أو واحد من الاحتياجات إن إحنا نجمل سناننا ونفتح لون سناننا بشكل طبيعي وهو لا يتنافى تماما مع الشيء العالمي الحالة دي لو بصينا في البيفور بتاعها نلاقي إن فيه فراغات بسيطة ما بين الأسنان عشان كده أنا بقول بتصلح المشكلات التقومية البسيطة زائد إن كان عندنا برضو مشكلة شوية في اللحظة دي نفس الحالة اللي فاتت؟ لا دي حالة تانية آه دي آه آه طب اللي فاتت دي ما عليش نريك على اللي فاتت لأنه إحنا ما قلناش اللي فاتت كان فيه اللي فاتت بسيط؟ بالضبط حالة فتحنا الأسنان بدرجة أفتح من لون أسنانها العادي بس كده وده مهم يعني إحنا ما ينفعش نتجاهل احتياجات الحالات بهما كانت بسيطة طالما قابلة للحل يبقى نحلها طبعاً ونخليهم أكثر سعادة يعني آه يعني دي كانت رأي بس عشان تفتح بس انت عمدت لها حاجة لطيفة برضو جداً يعني معلش شيء وشيء أذكر كان فيه أيو في أسنانها أنت زبطتها الله حاجات طفيفة برضو عيوب غير قتلة يعني فيه سنة مثلاً في اليمين بارزة بشكل طفيف قوي زبطناها الكيرفات بتاعت السنان خلناها فيمنين أكتر آيوة يا سلام عليّ سلام عليّ والله كنت أقولها يا ردني قلتها قدتها كانت هي سنانها رجولية شوية بالضبط كده الأصلية يعني لو أنت طبعاً تقول حتى يقول لي اللي فوق دي رجولية ده يا عمد السنان أنا أصدع سنة مجباش نيت وح السنان هي اللي رجولية لا هو الحقيقة يعني يعني بنحترم جداً اهتمام الناس بشكلهم وإحتياجاتهم التجميلية المختلفة فيمكن برضو دي دي واضحة بشكل كتير مشاكل لاثوية مشاكل في اللاثة وحتاجنا نعمل إجراء في اللاثة طبعاً وبعدين كمان الفروق اللي ما بين الأسنان اللي يمكن أظهرها أو أكتر حاجة ظهرة فيها الميدلاين داستما أو الفلجة المنتصف اللي اتحلت تماماً بالفينير يبقى احنا ينفع نعمل تغيير كامل للحالة من اللون الغامق ومشاكل اللاثة والحالة دي يمكن كانت بتاخد أدوية مغيرة حالة الأسنان بدرجة غير عادية الأسنان غمقت جداً لأنها كنت تاخد أدوية الحقيقة من الأنواع اللي بتغير كتير في لون الأسنان زائد المشكلة التانية اللي دايماً بحب أتكلم معنا اللي هي الجامي سمايل أو الابتثامة اللي ساوي فالحالة دي مرد بمرحلتين المرحلة الأولى أننا عملنا جراحة بسيطة في اللاثة كده وبعدها بأسبوع عملنا الفينيرز والحالة كلها خلصت في أسبوعين فالحتياج التجميلي هنا كان أننا نعمل الهاليوود سمايل الابتثامة الهاليوودية الجميلة زائد أني كمان أتعامل مع الابتثامة اللي هاتوي هنا ضربنا عصفين بحجر واحد وخلي بأيكم في مجموعات كتير من الأدوية تعمل مشكلتين واحدة في الجم واحدة في السنة بزرق دي أصعبهم دي برضو كانت من الحالات اللي عندها عوجاج في الأسنان شوية عندها مسافات ما بين الأسنان السفلية شوية وبرضو كل ده قدرنا نحله هو على فكرة كتير الحالات بتيجي بيبقى عندها بس هاجس إنها تعمل الهاليوود سمايل ما بيقاش كمان عندها فكرة إن مشكلة العوجاج أو مشكلة الفلاجات دي ممكن تتحل ففي الأسنان السنتين العلويتين فيهم واحدة ميلة ناحية تانية شوية كده دي تتحلت تماما برضو بالفينير زائد البونس بقى اللي هو الهاليوود سمايل أو الحاجة الإضافية الإضافية التي أضيفت لها شيء رائع جدا عرضك للحالات هيا متميز قوي 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 في انتقالك من حالة إلى حالة وربط الحالات صعب جدا يا جماعة إن احنا نقعد في وسط حالات كتير رو عاملين إيه فيهرس لحالات خاصة بالمشاكل الخاصة بتجان وعكسها طب الابتسامة اللي سوية تعالي ننتقل إلى منطقة أخصر صعوبة الابتسامة اللي سوية هي ابتسامة تظهر فيها اللاس يأتيك المريض ربما بالطلب الصحيح الابتسامة اللي سوية أو يأتي للسبب تاني بس انت تلاحظ عنده الابتسامة اللي سوية عيشتك تشرح للحتة دي الحقيقة لحد مدى زمني قريب جدا يعني بنتكلم في فيو ييرز اجو كان المشكلة الابتسامة اللي سوية الناس بتتعامل معها لأنه ما فيش لها حلول والحقيقة احنا اشتغلنا على الموضوع ده بقوة لأنه ده كان احتياج لناس كتير فبدأنا نشوف الطرق المختلفة لمشاكل ابتسامة اللي سوية وسببها لأن الحقيقة الابتسامة اللي سوية ملهاش سبب واحد هي يمكن نتيجتها واحدة ان بتظهر جزء زيادة من اللازل بس ممكن يكون عندنا مثلا شورت لب يعني شفة قصيرة بالمقارنة بالفك اللي تحتها ده سبب وممكن يكون عندنا حاجة اسمها هايبر موبايل لب يعني شفة سهلة الحركة بفعل التو ماسلز أو العضلتين اللي موجودين بجوار الأنف اللي اسمهم ليفيتور لباي سوپريوريس وطبعا فيه اتنين تانيين اسمهم ليفيتور أنجيولاي أوريس بغض النظر على اسمهم دي عضلات وجهية مهمة جدا بتحكم فيه حركة الشفة الأمامية بالضبط العضلة اللي هي بترفع الشفة اللي فوق كانت بشكل أساسي وبشكل رئيسي هي المسؤولة عن الهايبر موبايل لب أو الشفة المفرطة الشفة مفرطة الحركة اللي بتظهر اللي فوق زائد سبب تالت زي أن يكون عندنا تقدم في الفك العلوي زي أن يكون أطبعا تقدم الفك العلوي هيخلي الشفة تنسحب لفوق فتظهر الإبتسامة اللي سوي في النهاية عندنا مجموعة من الأسباب كل سبب ولي طريقة علاج مختلفة بس الحقيقة احنا كان عندنا وحنا حطيني الحقيقة مجموعة من الصور بتتكلم عن الطرق الحديثة كمان في الجامي سمايل لأن كانت زمان الطرق القديمة بتعتمد على جراحات عظمية شديدة فقط كان ده بيخلي الناس يعني يتعاملوا مع الموضوع لأنه يعني جراحة غير عادية يعني لازال طبعا في بعض الحالات اللي بتحتاج جراحات عظمية ولكن بالطرق الحديثة زي الحالات اللي هنشوفها دلوقتي بقى التداخل أقل بكتير فواحدة من الحاجات مثلا كان عندنا البوتوكس البوتوكس احنا اكتشفنا ان البوتوكس ده بيسموه كده بالمصطلحات temporary muscle relaxant يعني حاجة مرخي للعضلات مؤقتة بسطة للعضلات بشكل مؤقتة المؤقت بتاع البوتوكس ده بيوصل لست شهور فلما جينا نبص على زي ما احنا شايفين الأماكن بتاعة الحقن بتاعة البوتوكس في كل منطقة من المناطق دي بنحقن من 2 ل4 units ده كدرت أساتيزتنا ده كدرت الجلدية احنا بنقولهم من الحتة دي بتاعتنا فالgummy smile الحقيقة يعني جزء أصيل لده كدرت تجميل الأسنى لأ ممش خنائة ولا حاجة ممش خنائة بس يعني احنا رليتد ليها أكتر هو بأمانة يعني مفيش حد عندنا في التجميل يتكلم على بسام الله سوي خلط فيمكن لو بصينا في الحالة هنلاقي ان فيه اللب بالفعل نزلت شوية بفعل البوتوكس 2 units في كل جنب فنزلوها بشكل معقول تحتاج تعمل الإجراء ده كل 6 شهور يعني انجيكشن أو حقن طفيف جدا في الجنبين بيحل المشكلة عندنا برضو حالة تانية بتتكلم عن البوتوكس البوتوكس والتعامل مع الابتسامة اللسوية بالضبط كده الابتسامة اللسوية بتدي إحساس بالطفولة كتير كمان لو شكل الأسنان بيساعد على ده لو شكل الأسنان كمان بيدعم فكرة اللي هو إحساس للطفولة آه طبعا بتؤثر بدرجة كبيرة بتؤثر ذلك واحدة بتسامة اللسوية بتدي إحساس بالطفولة وبالعدم الزكاء يعني للأسف يعني الحتة دي ده الانطباع مش عارف يعني كانوا بيسموه يعني ايه دك فيس يعني شكل زي البطة كده شوية آآ 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 حس ان في مشكلة في الاستيعاب بالضبط بالضبط يعني يمكن أسازتنا كده بيلجوا إلى حاجة تانية كمان بيتعاملوا بيها مع الجامي سمايل لما حد بيرخلهم مش تكي منه اللي هم بيزودوا بقى الفوليوم بتاعت بتاعت الليب بيزدد سمكها شوية عندنا طريقة أخرى من طرق الحل الاتسامة اللسوية وهي حاجة اسمها معيتوميسورجري بقينا نعمل يعني زي قص للعضلة طفيف جدا في العضلة اللي هي مسؤولة عن رفع الشفة فلو بصينا في الصورة دي هنلاقي الصورة اللي على اليمين فيها الاتنين مصل اللي هم بيبقوا تحت الجلد تماما اللي بيمسؤولين عن رفع الشفة في حالة الهايبر موبايل لاب أو الشفة اللي بيتزيد قوي رفعها مع الابتسامة فالميوتومي أو قص العضلة دي بيعمل استرخاء كأن سطارة بالزبط كده وقصينا الحاجات اللي بتشدها فالسطارة انسدلت تماما وبقت الابتسامة زي ما هنشوفها دي واحدة من الحالات اللي اتعاملت بالميوتوميسورجري فرقت كتير جدا طيب النتيجة بتاعي دي غير البوتوكس البوتوكس يمكن بيقعد من 4-6 شهور كنتيجة ملحوظة الميوتوميسورجري لا دي بيرمننت أو دائمة لأن دي خلاص العضلة ما عليش بتشدها بس فده ببساطة الحقيقة كان فيه جراءات جرحية تانية بدأت تتراجع بدرجة كبيرة لأن بوضوع الجامي سمايل أخد كتير جدا في الفترة الأخيرة ولكن هي دي الحالات الأشهر ويمكن فيه كمان الطريقة الثالثة اللي انا بحبها جدا واللي هي أكثر شهرة الحقيقة اللي هي اسمها استطالة التجان أو بنسميها بالمصطلحات يعني كراون لينثنينج سورجري ودي بتبقى بطول التجان بالزبط كده دي بنستعملها في حالة ايه؟ في حالة الشورت لاب لما بيكون عندنا الشفة قصيرة بالمقارنة بالفك فلما بناخد جزء من اللاثة ده بيساويهم ببعض فبتبقى اللي بتسمى زهرة بشكل كويس وده برضو حطين ليه هنشوف برضو الطريقة التالتة بقى دي احنا اخدنا طريقة اولى طريقة تانية وطريقة تالتة طريقة الاولى البوتوكس الطريقة التانية قطع العضلة والطريقة التالتة استطالة التجان استطالة التجان بالزبط كده دي استطالة التجان احنا بناخد جزء من اللاثة بالشكل ده وهنا ده يمكن تيب هتبقى مهمة لشباب الأطباء زميلنا واخواتنا ان استطالة التجان بتختلف عن قص اللاثة في ان لازم نشيل جزء من العضم الانفستنج للاثة طبعا علشان ما يحصلش للابس اللي يمنع اللاثة تاني انها تنمو لهذا المستوى من جديد ان احنا هنشيل العضم اللي هي بتنمو عليه تمام فبيحصل الشكل الشكل الدائم دي حالة صعبة دي بالزبط الحالة او درجة صعوبة الحالة فحكتين هنا احنا لو بصنا كمان للصورة العلوية هنلاقي ان الاسنان السفلية مش باينة اصلا دي بنسميها ديب بايت او العضة العميقة العضة العميقة طبعا زائد الجامي سمايل فلما عملنا استطالة التجان وركبنا كراونز بالهالوود اسمايل شيد او بلون الهالوود اسمايل قدر يظهر لنا السنان السفلية لان رفعنا كل الجزء ده عاملة زي ستارة فعلا نازلة بالزبط كده وطبعا اختفت الجزء اللي لاتها تقريبا تماما وحلنا مشكلة أخب بالزبط على فكرة الاربع اسابيع فهم ثلاثة اسابيع انتظار التقامات يعني مش بتيك كل كم زيارة؟ يمكن اربع زيارات اربع زيارات بس عظيم جدا جدا الحقيقة انت ووجدك معنا اضافة هائلة لنا اضافة هائلة للإعلام الخاص بالاسنان باسلوب متفرد فيه النقل النحية العلمية والتنوع بدون شكل من الاشكال اللي هو بنقول عليه لا علمية او شكل من اشكال انشائية لا احنا بنتخل تورس باينت وتعدد السد للمواضيع واختلافاتها والتنوع الكبير جدا في شرح المواضيع فتح لنا فهرس كبير وفاتح للمشاهدين كمان فهرس ضخم جدا عشان يفهم ان علم الاسنان ده علم متنوع ومتغير الحلول ومتعدد الحلول وانه لازم نفهم كل تفصيلة فيه فانت ابدعت فيه ذكر هذه التفاصيل وانا اللي بشكرك ان انت بتلبي دعوتنا وبشكرك ان انت موجود معنا اضافة هائلة للثقافة الخاصة بتا علم بطب الاسنان فانت نورتنا يا دكتور طيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة بستوث دكتور محمد قطر كان مبدعا في الناس الحال خليكم بعد السحر تأكل الجمع الجمعة في حالات الشخير بيصل الى تقريبا واحد و23% من المليا موضوع الشخير والغيبوبة ده موضوع في مطال الخطورة العيان بينام وهو قاعد بينام وهو ساي بينام في كل حتة بسبب قلة الأكسوجين المشكلة عنها طبعا انقطاع في النفس أثناء النوم ووصل معا لحد الغيبوبة فعلا بعد ما عملت العملية وجدت ان في حالة من المشاوات الحيوية المجهود اللي كنت لقوا بابزله بابزل أضعافه الحمد لله بفضل الله اشتركوا في القناة